اشتركوا في القناة نبدأ بالتمرين السادس أتمرن أكمل ملء الجدول نعدي نياج الدول فيه الخانة اللي في الوسط فيها مجموعة من الأعداد هذه الأعداد هذي نبحثو لها على العدد الذي يأتي بعدها مباشرة والعدد الذي يأتي قبلها مباشرة مثلا تكون 100 بسيد العدد 10 ما نحن بعدد بسيد لكي تفهموا العدد 10 العدد الذي يأتي يليه مباشرة هو العدد 11 الذي قبله مباشرة هو العدد 9 نمشيوا العدد مثلا 100 العدد الذي يليه هو 101 والعدد الذي قبله هو 99 90 إذن هذا مثل بسيد نحن نطبق هذا المثال هذا إلى مجموعة هذه الأعداد ونحن أعداد شيء كبير ولكن نحن لدينا الحل باش نلقاو العدد بوحد سهولة نحن نقوم بسيد تسعة وتسعون ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعون وبغينا نعرف ما هو العدد الذي يليه مباشرة إذا شون نديره أسهل طريقة هو أننا نضيفه واحد لهذا العدد قموا بالعملية ديالنا ديالجامح إذن هنا 9 زائد 1 كم يساوي 10 9 زائد 11 احتفاظ 9 زائد 11 احتفاظ 9 زائد 11 احتفاظ ثم 10 إذن ما هو العدد الذي حصلنا عليه هو العدد 100 ألف إذن عدد 100 ألف هو العدد الذي يلي العدد 999 ألفا 999 العدد الذي قبله إذن هنا نطرح 1 إذن نطرح 1 هذه سهلة إذن عمشوا العدد رقم الوحدات ونقص من 1 هو 8 ثم نكتب بقية الأعداد عمشوا العدد الموالي 79 ألفا 900 79 ألفا نضيف إليها 1 إذن هذه سهلة عمشوا العدد الوحدات ونضيف 1 إذن كم يصبح العدد 79 ألفا وتسعمائة وواحد ثم ماذا نفعل كي نبحث عن العدد الذي قبله مباشرة إذن 79 ألفا وتسعمائة نطرح منها واحد إذن إذا قمنا نقصنا واحد من 79 ألفا وتسعمائة بعد نوضع العملية دينا دي الطرح بعد نحصله على العدد 79 ألفا وتمانمائة وتسعة وتسعون هنا سهلة واحد الحاجة ما نضرش مع العدد 79 ما نضرش معه ونشيو غير 900 تسعمائة نقصنا منها واحد شنو هي شنو العدد اللي كي جي قبل من 900 قبل ما نوصله 900 شمو سنقوله سنقوله 899 عد كنقوله 900 إذن هذي رح نكسبنا 899 ثم نكسب بقية الأعدد اللي هي 79 سهلة لما قد نشعل العدد الكبير كننخذ غير العدد كنختصر العدد وكنفكره في العملية لنا كيف سيذكره إذن هذه تدخل فيها شوية الحساب الديني إذن نجمر العدد الموالي لدينا 37 ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعون إذن هذا العدد سنضيف له واحد نقبطه ندير العملية لنا لا يوجد مشكلة 37 ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعون نضيف إليها واحد إذن تسعة زائد واحد كم يساوي؟ عشر واحد الاحتفاظ كنضي واحد الاحتفاظ تسعة زائد واحد عشر تسعة زائد واحد عشر ديما الاحتفاظ ما نساويش سبعة زائد واحد تمانية ثم تلاتة إذن ما هو العدد؟ وهو تمانية وتلاتون ألفا هذا هو العدد اللي حصلنا عليه إذن نحطه هنا تمانية وتلاتون ألفا سبعة وثلاتون ألفا سبعة وثلاتون ألفا سبعة وثلاتون ألفا سبعت تسعمائة ولكن هنا غضي نقصوا واحد من تسعود إذن شنو غا يعطيني؟ تمانية سبعة وثلاتون ألفا وتسعمائة وتسعون إلا حطنا العملية دينا ونوضع العملية دينا غا تشوفه وشنفس العدد غا يكون؟ إذن هنا هي سبعة وثلاتين ألف وتسعمائة وتسعود وتسعين ناقص واحد تسعة ناقص واحد تمانية تسعة ناقص لا شيء تسعة تسعة ناقص لا شيء تسعة سبعة ناقص لا شيء تسعة تلاتة ناقص لا شيء تلاتة إذن شوفوا معي وشنفس العدد؟ سبعة وثلاتون ألفا وتسعمائة وتمانية وتسعون إذن نفس العدد وشن العدد الموالي؟ لدينا أربعمائة وواحد ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون شنو العدد الذي يلي هذا العدد؟ قوم بالعملية ديالي إذن هنا قد ندير هل نضيف 401 19909 ونضيف لها 1 زائد 9 زائد 1 10 9 زائد 1 10 9 زائد 1 10 1 زائد 1 2 0 زائد 0 4 إذن خارج هو 400 واثنان ألف إذن نكتب العدد هو 40 واثنان ألف إذن نمر إلى العدد الذي قبل هذا العدد هذا إذن هذه سهلة سنقصه 1 من 9 أسعطيني 8 إذن أكتب 8 هنا 9 9 1 0 4 إذن العدد هو 401 988 ونقصه 699 ما هو العدد الذي يلي هذا العدد؟ إذن سنقصه هنا العدد الذي يلي هذا العدد هو سنزيد 1 كيف ما العادة؟ 600 600 600 وتسعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون زائد واحد هنا ما هو العدد الذي قبله؟ إذن دائما نطرح هنا واحد من 610 الوحادات إذن 9 ناقص واحد كان يساوي 8 أو أكتب بقية الأعداد 9 9 9 9 0 6 إذن نحن نصيب التمرين دينا طريقة سهلة نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا معي هذا التمرين هذا ونمره بتمرين السابع التمرين السابع يقول أقارنوا بوضع الرمز المناسب مكان النقط إذن أقارن بوضع الرمز المناسب مكان النقط عندنا هنا الرمز الرمز هنا أصغر تساوي أكبر دائما نوريكم واحد الحيلات سنستعملها أنا بشك نعرف الرمز لأن كين بزاف ديالأطفال مازالين كيتخلطوا لهم كي يغلطوا في الرمز كي يتغلط لهم الرمز الأكبر مع الرمز أصغر نشوفوا معي هنا أصدقائي بني تنضير هكا هذا الرمز هذا أنا ما عرفتو شو أصغر ولا أكبر إذن سنضير واحد العلامة هنا شنو تبالي حالي عندي أربعة إذن هذا هو الرمز أصغر الرمز هذا الرمز هذا عندي هنضير واحد العلامة هنا كتبالي شنو سبعة إذن هذا هو الرمز أكبر إذن هذه كان صغير واحد الإضاءة صغيرة نمشيو التمرين نرجع التمرين ديالنا التمرين السابع إذن عدنا مقارنة ديال هاد هاد الكتابة الدربية الجمعية وغذين نقارنوها مع هاد العدد هذا إذن عدنا نصوبه لعدد ديالنا هذا خصنا نحسبوه باش نقارنوه بهذا إذن تمانية في مئة ألف ما هي تمانية في مئة ألف؟ إذن تمانية في مئة ألف هي تمانية تمانمائة ألف إذن تمانية وشحال في هذا المراد الأصفر واحد جوج تلاتة ربعة خمسة إذن خمسة ديال الأصفر إذن نكتبه خمسة ديال الأصفر زائد زائد العدد تسعة وسبعون ألفا وخمسمائة وأربعة إذن إذا قبنا بإضافة هذا العدد سيجينا هو إذن تمانية في مئة الألاف هنا ها سبعة في عشرات الألاف عفواً تسعة في عشرات سبعة نعم في عشرات الألاف ثم يلي العدد تسعة في وحدات الألاف يلي خمسة في المئات سفر في العشرات وأربعة في الوحدات إذن هاحنا حصلنا على العدد ديالنا قد نكتب لكم كتابة واضحة لأن هنا يدرت واحدة يعني بشبال الأصدقاء ديالي كاملين دا العدد هو تمانمائة وتسعة وسبعون ألفا وخمسمائة وأربعة دا نقرنه بالعدد اللي عندي هنا العدد هو تمانمائة وتسعة وسبعون ألفا وخمسمائة وأربعة إذن شنو تتلاحظ هنا عندي نفس العدد إذن هذا العدد يساوي هذا العدد نكتب الرمز يساوي إذن نضع الرمز تساوي نمر العدد الثاني إذن هنا كذلك عندنا كتابة جمعية وضربية إذن مقابل واحد العدد اللي عندنا يعني حطناها عادي إذن نقوم بجمع هذا العدد إذن نتعرف على هذا العدد إذن العدد هنا العدد هنا هو سبعة في مئة ألف زائد خمسة في عشرة آلاف زائد سبعون إذن العدد سبعة إذن هو سبعمائة ألف إذن سبعة سبعمائة ألف كم سفر عندنا هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة نكتب خمسة أصفار بعد السبعة ثم خمسة في عشرة آلاف العدد خمسة في عشرة آلاف هو خمسون ألفاً زائد سبعون إذن نقوم بجمع هذا العدد إذن سبعة فين عندنا؟ سبعة كينة في مئات الآلاف وخمسة فين كينة عندنا؟ فعشرات الآلاف إذن سبعة خمسة في عشرة الآلاف ثم نضع الأصفار هذا السبعة ديال المئات الآلاف خمسة ديال عشرة الآلاف سفر وحدات الآلاف سفر آلاف ثم سبعة عشرات إذن لدينا هنا سبعون و سفر وحدات إذن الهدد هو سبعة مئة وخمسون ألفاً هو سبعون ثم نمر إلى العدد الموالي إذن العدد الموالي هو سبعة مئة إذن العدد اللي غنقرنه بهذا العدد هذا هو سبعة مئة وخمسون ألفاً هو سبعة مئة إذن إذا قرنت هذا العدد شنو غد يعطيني هنا يا غد يعطيني إذن نقرن العدد 750 ألف و70 وهنا عدنا 750 ألف و700 إذن فيه اللي كبر فيه اللي صغر فيه اللي كبر إذن عدنا 750 ألف و70 هي صغر من العدد 750 ألف و700 إذن هذا العدد هو أصغر من هذا العدد إذن نقوم بوضع الرمز أصغر علاش نقرن الأعدد أولى إذن عندي 7 هنا عندنا فيه مئات الآلاف سبعة هنا كين سبعة هنا خمسة في عشرات الآلاف هنا خمسة هنا عندي صفر في وحدات الآلاف وهنا صفر من غادي نجيو للآلاف عندي هنا صفر وهنا شنو عندي سبعة إذن كيبالي بأن هذا العدد هذا هو صغر من هذا العدد هذا إذن نضع هنا الرمز أصغر نمر العدد الموالي إذن عندي هنا العدد العدد نقرأ العدد 900 ألف و11 معدي 998 ألفا 431 إذن كيبالي قرأ العدد أولا شنو خصنين دير خصني نحسب عدد الأرقام جل العددين عندي هذا الرقم شحب فيه من هذا العدد شحب فيه من رقم 1 2 3 4 5 6 هذا فيه 1 2 3 4 5 6 أولا شنو خصنين دير دابا شنو خصني نبدا نقارن العدد ونبدأ من اليسار هنا شحنو عندي عندي 9 هنا كذلك عندي 9 هنا شنو عندي 0 وهنا عندي 9 إذن هنا بل يريد أن هذا العدد هذا هو صغر من هذا العدد لأن هنا عندي 0 وهنا عندي 9 إذا نقوم بوضع الرمز الأصغر نعم العدد الموالي عندي 142601 وهنا 142519 إذا نحسبه عام تاني نفس الطريقة ما هذا الأعدد عندي هنا ما هذا الأعدد الأرقم عندي هنا ما هذا الأرقم عندي هنا هنا عندي 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 هنا ستة الأرقام نقوم بمقارنة العددين من اليسار نبدأ برقم الأول رقم مئات الآلاف هنا لديه واحد وهنا لديه واحد اربعة اربعة اثنان اثنان تلاحظوا حد وحدات الآلاف وعندي نفس الأرقام سنصل هنا المئات ماذا غلق؟ هنا ستة وهنا خمسة هنا ستة وهنا خمسة هذا يعني أن هذا الرقم أن هذا العدد هو أكبر من هذا العدد اذا نضع الرمز أكبر اذا نمشي التمرين الثامن التمرين الثامن يقول ألاحظوا كل بطاقة فارغة ثم أملأها بالعدد المناسب التمرين الثامن لدينا مجموعة الأعداد هذه الأعداد سنرتبها في هذه البطاقات من الأصغر إلى الأكبر كما نرتبها نضع مقارنة بين هذه الأعداد كما نضع مقارنة قلنا دائما كما نسهل علينا العملية المقارنة يجب أن نحسب العدد العدد الأرقام بالنسبة للعدد الأول هذا العدد شحل فيه الأرقام 1 1 2 3 4 5 هذا شحل فيه 6 أرقام هذا فيه 4 وهذا فيه 5 إذن العدد الأصغر سيكون العدد فيه 4 أرقام هو العدد 9900 800 إذن نقوم بوضع العدد في البطاقة الأولى إذن 9800 العدد الذي يليه 11300 ثم نقوم بالبحث عن العدد الأصغر في هذا الأعدد إذن نقوم بالأعدد الناس من 5 أرقام إذن هذا سنضرب عليه كي لا يتلف ثم نقوم بالأعدد الأصغر في هذا الأعدد المتبقي إذن الأعدد الذي يليه 5 أرقام قلنا هذا العدد فيه 5 أرقام وهذا العدد فيه 5 أرقام سنقوم بالمقارنة إذن هذا العدد 80450 وهذا 20105 إذن العدد 20105 هو العدد الأصغر أما العدد 80450 هو العدد اللي كبر منه إذن نخدم العدد 20105 هو اللي سنوضعه في هذا البطاقة هذه ما هي العدد الموالي العدد الموالي اللي 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 هو أكبر من العدد 200 اللي أكبر من العدد 20105 هو العدد 80450 هو اللي سنكتبه في هذا البطاقة هذه 80450 ثم عندنا العدد 45700 ثم تبقى لدينا العدد الأكبر اللي هو 15200 اللي في ستادي الأرقاب إذن 15200 إذن هنا فارتبنا الأعداد كما قلنا تزايدين أو تساعديا عندنا العدد 9800 هو أصغر من العدد 11300 هو هذا العدد أصغر من العدد العدد 20105 ثم العدد 80450 ثم العدد 145700 15200 ثم العدد الأكبر وهو العدد 750 ألف وهو العدد الأكبر إذن نمر إلى التمرين التاسع التمرين التاسع يقول أملأ البطاقة الفارغة بالعدد المناسب وأصل كل عدد بالتدريجة المناسبة إذن هنا لدينا مجموعة من الأعداد في هذه البطاقات اللي هي باللون الوردي البطاقات اللي هي باللون البني هذه البطاقات اللي هي في الأعلى سنقوم بوصلها بخط بالتدريجة المناسبة أما البطاقات اللي في الأسفل سنقوم بملئها بالأعداد المناسبة لاحظوا معي مزيان أصدقائي تلاميذ هنا وتبعوا معي مزيان باش تفهموا إذا نمشيوا لأسهل البطاقة اللي غات عطينا باش غادي نبدعو أسهل البطاقة هنا هي ستميات ألف هذه ستميات ألف هذه باش غادي نبدعو نعمروا البطاقة سدينا الأخرى هنا سنمشيوا ستميات ألف سنحسبوا هذه التدريجات حتى نوصلوا لهذه البطاقة هذه إذا ستميات ألف هنا كنزيدوا التدريجات بالواحد دعوا ستميات ألف ونحسبوا ما تدريجة عندنا عندنا واحد هنا هنا اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة أحد عشر إثنى عشر ثلاثة عشر ماذا يعني؟ هذه التدريجة ثلاثة عشر يعني سنضيف ستميات ألف هنا ونضيف هذه التدريجة ماذا ستعطينا؟ بالحساب ستعطينا هي ستميات ألف وثلتاش ستميات ألف وثلتاش نمشي الخانة الموالية أو البطاقة الموالية سنحسب هنا قلنا ستتعطينا ستعطينا 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 16 إذن هذه البطاقة ستكون فيها 600.03 600.03 نمشي والبطاقة الموالية سنحسبوا التدريجات حتى نوصلوا للعدد اللي هو 600.054 إذن هنا لكي نطول شعليكم الفيديو ذاك شي علاش أنا وجدت الأعداد ديالي ولكنتوما يعني غامل الفاهم غدي تكملوا التمرين ديالكم هنا كيف مما قلنا غدي نحسبوا التدريجات حتى نوصلوا لعدد 600.054 هنا غدي نرجعوا البطاقة اللي هي 600.000 وشنو غدي نديروا دابة هنا غدي ننقص إما غدي ننقص إما نشوفوا البطاقة الفقنية أن البطاقة الفقنية ديري لنا خط الغدي نحن يعني أن البطاقة هذه تدريجة المناسبة ديالها هي هذه إذن سهل باش نوصل لها لأن ما بقى نشو تدريجة بزاف غدي ننقصه هنا أبقوا ماشين كننقصه حتى نوصله لهذا البطاقة هذه إذن هنا عندنا عندنا 599.000 990 غمشي وغيد العدد التالي بدكاء غمشي والعدد التالي وغمدون نقصه نقصه ونخليه لأعدد الأخرى غنكتبوها كيفما هي إذن هنا عندنا 90 إذن 90 كينا هنا شنو غيكون قبل من 90 90 إذن هذه 90 نحسبو 80 قبل منها شنو كاين 88 87 86 85 84 83 82 وهنا 81 إذن شنو غن ندير غنكتب 81 غنكتب 81 80 وغلي نكتب الأعداد ديالي اللي بقات إذن 90 أو 81 كتب الأعداد ديالي اللي بقات إذن هنا كنحاول نوريكم طريقة سهلة كنعطيكم طريقة سهلة كنعطيكم طريقة سهلة باش تفاهموا التمرين ديالكم بلا ما نصعب عليكم الأمور وإحنا سنشو بنفس الطريقة إذن بالنسبة البطاقة هادي اللي قبل إذن هنا غادي نقصوا غادي ناخدوا هاد العدد هذا ونقصوا هاد العدد ديال تدريجات نحسبوه هنا يشحل عندنا ديال تدريجات عندنا واحد جوش ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانيات سعود عشرة حداش تناشة تناشة تحرط هنا ثمانين 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 ثم سبعة وسبعين هنا 9 سيارة و70 هنا 78 سيارة و70 هنا 800 هنا كهذا و70 في ف觉得 طريقة الأخرى نقسم تدريجهم لمدة مرة أخرى في الخمس هنا 50 هنا 65 هنا ستين من خمسة وستين هيا دي أوتوماتيك مو لقيت هنا العدد خمسة وستين ثم اكتب بقية الاعداد اللي عندي هنا من الملأس هذه البطاقات هادو غي سهل علي اني منعرف هاد البطاقات هادو لان نفس الاعداد هي تأتي مقابلة لها بالنسبة له هنا يعني ستميات آلف و تلتاش هيا كينا هنا انه غادي تمشي نفس الخط نفس التدريجة بالنسبة له هنا هنا العدد 633 هادو عندي البطاقة هنا فيها 633 اذا غادي تمشي نفس تدريجة هنا 54 كذلك نفس تدريجة هي هادو وبالنسبة للعدد 599 1981 ها هو عندي العدد هنا غايمشي لنفس تدريجة وكذلك العدد 599 1965 غايمشي لنفس تدريجة اللي هي هادو اذا مروا بتمرين العاشر جو كمبار نستخدم كمبار اذا هنا هنا رمز اصغر اصغر اكبر من وتساوي نقوم بمقارنة هادو 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 مئات هادو 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 مكن هادو 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 تتعمائة وواحد وتسعون ألفا وتتعمائة وسبعة وأربعون إذن ماذا تلاحظون هنا إذن تلاحظون أنه نفس العدد إذن نضع علامة تساوي نمر إلى العدد الموالي إذن العدد الموالي هو لدينا بكتابة ضربية نقوم بالبحث عن العدد إذن عندنا أربعة في مئة ألف يعني أن أربعة هو عدد هو رقم مئات الألاف إذن خمسة في عشرة ألف إذن يعني خمسة هو رقم عشرات الألاف إذن هذا رقم مئات الألاف هذا رقم عشرات الألاف سبعة هو رقم وحدات الألاف خمسة هو رقم المئات ثلاثة هو رقم العشرات وأربعة هو رقم الوحدات إذن حصلنا على العدد لنقوم بقراءته 457 534 إذن هذا العدد سنقوم بمقارنته بالعدد اللي هو 457 530 إذن ماذا تلاحظون هنا المقارنة سهلة أن نفس الأعداد اللي عندنا هنا في مئات الآلاف إذن عندنا أربعة في مئات الآلاف أربعة في مئات الآلاف 5 5 7 7 5 5 3 3 تبقى لدينا رقم الوحدات إذن ماذا تلاحظون هنا هنا رقم الوحدات هو صفر أما بالنسبة للعدد الثاني فرقم الوحدات هو أربعة إذن تبين لنا بأن هذا العدد هذا هو أصغر من هذا العدد إذن نقوم بوضع الرمز أصغر إذن هذا هو التمرين العاشر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر